قلها لكم بصراحة وهاني بي نقولها لكم أقسم بالله العلي العظيم لقمت وديتون خدمة كبيرة جدا قمتون هاني أقسمت وأنا لا أقسم أبدا كاذبا وأنا أصلا الحمد لله الناس يعرفوا علي أني لا أكذب قلت أقسم بالله العلي العظيم وأنا نشوف فيها غير نقول ربي عماهم عمياء قل لها نظير قاعدين يديروننا في فيبليسيتي لو صرفنا عليها الملايين لا أقول ملايين دينارات ربما ملايين دولارات ما تصحناش في كل قنواتهم في كل واش ظهرتوا في النهاية ماذا ظهر ماذا ظهر في النهاية لأننا نعاونوا في الناس قدموا لهم أموال لأنه ما كانش عنده وين يأكل ولا وين يرقل معنا نساعدوه ويكثر خير بعض الجزائرين اللي هما أيضا يساعدو أننا ما كناش نفرطوا في أي واحد وأي حراك يجيين حاولوا نساعدوه قدرة ما نستطيع ولينا عرفوهم يتواصلوا معنا أننا ما كناش نملي عليه واش يقول هو في روحه قالها قال ما يقول لكش مباشرة نقول لي بصح يبعث لك واحد بصح في النهاية ما مليناش عليه أي شيء وما قلنا لهش أي شيء حتى قد يتبعث له واحد نحنا عارفين واللي انتم ما قاين منها له محمد عبدالله مثل محمد بن حليم ومثل كل إخواني اللي يتعاملوا معي اللي يعرفوني جيدا عمري لنقول له واحد تدير ولا ما تديرش لما يتصل بي نقول له هذا رأيي نقول لي وش رأيك في هذه القضية كيفاش هذه القضية نقول له هذا رأيي ويبقى القرار ليه والرأي ليه لأننا نريد أن نبني وأن نساهم في بناء مناظلين ومقاومين بقناعاتهم ما همش بي بغيوا ما بغوات يعاودوا خاطرش هذاك ما يرحش معك بعيد إنما نبنو ناس يسألونا نجاوبوهم طلبوا المساعدة نقدموها لهم أي حاجة يريدوها ولو كانوا خبز الأولاد لكن لا نملي على أحد شيء وهما أصلا لوصلوا هذاك للواقع وهذاك المنصب بتاع المعارضة يعني هذاك المكان تاع أنه أصبح معارض لأنه مقتنع مقتنع وما يقدرش يردد عشرات ومئات الفيديوهات ومئات اللي بوست لك أنه ليس مقتنع لكن قدمتنا خدمة لأنك قدمت بالصورة اللي حتى وبرغم التقطيع وبرغم أنك محاولتوا تشيطنوا وحاولتوا تهاجموا في النهاية أنا وزملائي واشقائي قاعد ينساعدوا في الناس قاعد ينساعدوا في الحراكيين وهو مثال من هؤلاء اللي هرب منكم قاعد ينساعدوا رحمة تعتقلوه ماذا قدمتم عندكم خزينة الدولة قنوات قنوات المجري مع اللي معاكم القنوات الرسمية المال الضباط اللي يكتبونكم اللي يجسحوكم اللي يشاوروكم في الداخل تشاوروهم في الداخل وفي الخارج ومن بعد تخرجوا بشيء قدم لنا خدمة هائلة واللي راح تزيد وتخرجوا راح تزيد تقدمونا خدمة هائلة واللي ما كانش يعرفني واللي يعرفنا آه كاين دائما واحدة العشرة بالمئة يقدروا يتلعبوا بها كاين احنا مع الناش حاجة بذيك العشرة بالمئة وحتى لو كان هذا العشرة بالمئة واللي تسعين بالمئة مع الناش حاجة بها احنا نريد ناس احرار على قناعات وعلى افكار وعلى مستعدين يموتوا من اجلها وهم سلميين هذا هو اللي يغير في تحوال هذون هم اللي يصنعوا التاريخ هذون هم اللي يغيروه وهمش عندكم كما انتم المناظر اللي ولا كما الموظف المناظر اللي ولا ولا كل شي يملع ليه ما يقول ليش مناظر ايش هذي طريقنا طريقنا هي بناء الانسان يعطاؤوا المجالات النقاش وهم يعرفون اخواني كلهم اللي يتعاملوا معايا في قمة الشورة في قمة الديمقراطية في قمة الحوار والنقاش وحتى كنا نختلفوا يبقى الاختلاف دائما يحدث واحد هنا ولا واحد الهي يخش طريق ولا يهبل ولا هذي صاريف هذي صاريف بالسحل اغلبية العظمى اللي تعاولنا معاهم وهم يعرفوا هذه الأشياء واش قدمتوا في النهاية كابران ارعبكم ما زلتوا تخرجوا فيه خايفين من اسيادكم لانكم قلتونهم باللي ما عندهش حكم بالاعدام وخايفين الاسباني اللي راكم عانا في معركة الان دو قللكم خدعتوني وقمتم بطرد رئيس المخابرات محفوظ مقري واللي معاه لان الاسبانيون زعجوا بشدة لما خرج موضوع النابل حليمة كان محكم عليه بالاعدام وقمتم بسجن رشيد نكاز وابن شهرة المحامي وثم المحامي الثالث وشخص رابع لان في هذا كل نهار ام بن حليمة قالت باللي والمحامي قال شهرة انه شاف حكم الاعدام فخوفتكم اسبانيا خوفتم من اسبانيا واذا درتوا جزء ثاني ولا ثالث ولا حتى خامس عندي اخبار انها خمسة أجزاء اذا درتوا انها حتى الخامس باش بركت شيطانتنا وباش تظهروا وشيطانتنا بعضنا كي نقول شيطانتنا معنا انا واخواني اللي في المعركة وباش تظهروا باللي هو ما عندوش احكام بالاعدام والله تجيبوا معاكم الصين والهند وتشيطاننا كلها والله اللي يولوا اللي يسبونا بالملايين والله ما ترجعت خطوة واحدة والله ما تحرك لشعروا واحدة أنا لا اؤمن بالكثرة أنا اؤمن بالمقتنعين بالفكرة وبالهدف وبقيام دولة مدنية وبنهضة الجزائر وشعبها اللي راه في حالة مزرية الأغلبية منه المياه تمقطع عليهم الحراق في كل مكان البراجات في كل مكان العمل مكانش الأسعار مرتفعة الزبالة في كل مكان نظافها ما كانش المستشفيات بطوارات وقائمة طويلة جدا قائمة طويلة جدا نريد لهذا العملاء أن يتحرر وسيتحرر بإذن الله